ورد يوم السبب بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئة والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد عدد فضلك وصل على سيدنا محمد عدد جودك وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد أرضك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى وصل على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأثقالها وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت فيه بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاه وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطيه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أنتهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيثا ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زائد سيدنا الخضر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيا ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاق كل ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وساما اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك يا ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك وجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه وفرحنا به في عرصات القيامة وجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب وجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فأسألك يا الله يا الله يا حي يا قيو يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدراتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق نسم الذي وضعته على الليل فأظلم على النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى جميع الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم وأسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي ذعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي ذعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمي وقضائي وقدري كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي بجمع هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحباب أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه شفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا أعذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا غفار يا وهاب وأن تنعبني بالنظر إلى وجئك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحاط به علمك من خطيئتي ونسياني وزللي وأن تبلغني من زيارة قبري والتسليم علي وعلى صاحبي غاية أملي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسفرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أن تخالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سمائك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما هبت الرياح عليه وحركته من الأغصان والأشجار وأوراق الثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وعلى آله عدد من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها ووربها وسهلها وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزروع وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وما أن تخالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألفاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد طيران الجن وخفقان الإنس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الأحياء والأبوات وعدد ما خلقت من حيتان وطير ونمل ونحل وحشرات وأن تصلي عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وأن تصلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى وأن تصلي عليه وعلى آله منذ كان في المهد صبيا إلى أنصارك أهلا مهديا فقبضته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا حفيا وأن تصلي عليه وعلى آله عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والدوجة الرفيعة والحوض المورود والمقام المحمود والعز الممدود وأن تعظم برهانه وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن تستعملنا يا مولانا بسنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن تجعلنا من فقائه وأن توردنا حوضه وأن تسقينا بكاسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعفينا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة